من أحلى أيام حياتي طبعا وجودي في النادي الأهلي وأول من استقبلني في النادي الأهلي واحد من أهم وأعظم ومن أساطير نجوم ونجوم النادي الأهلي الكبار نجم الكبير الله يرحمه كابتن ثابت البطل كابتن ثابت البطل عندما تواجدت في النادي الأهلي كان دائما وقف معي الحقيقة في كل الأمور وأنا آسف أن أنا بتكلم في حاجة شخصية ولكن هي مرتبطة باسم واحد من الرموز الكبيرة جدا جدا في النادي الأهلي كابتن سابت البطل بقيله 14 سنة سايبنا ورحل طبعا عن عالمنا منذ 14 سنة سنة تقريبا عدتها مع الكابتن سابت تعلمت منه أشياء كثيرة جدا 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 على رغم منه هو كان تعبان على رغم منه هو كان في ظروف صعبة جدا في ذلك الوقت اللي احنا كنا متوجدين فيه في النادي الأهلي ولكن الكابتن سابت كان مديرا للكرة في النادي الأهلي في ذلك الوقت وكان دائما دائما وأبدا وحتى وهو تعبان حتى وهو تعبان معرفش اللقطة دي لو تعرف تجيبها لنا لما كان قاعد ملفوف بالبطنية لغاية آخر لحظة من لحظات حياته بيدافع عن النادي الأهلي وبيشتغل جوه النادي الأهلي وتوفاه الله داخل النادي الأهلي الناس دي دايما بالنسبة لنا جماعة هي أساطيره عمرنا ما حننساها وعمرنا حيفضلوا دايما في قلوبنا ودايما ذكراهم آه شكرك يا سامير على اللقطة دي اللقطة دي بالنسبة لي أنا كنت في الملعب في المباراة دي تحديدا أنا كنت في الملعب كابتن ثابت البطل زي ما حضراتكم شايفين دي كانت أواخر أيامه كابتن محمد أبو تريكا بيبوس على دماغه لأنه كنا عارفين تقريبا يعني طبعا الأعمار بياد الله ولكن يعني كانت الأمور صعبة جدا على الكابتن ثابت البطل في ذلك الوقت الله أرحمك يا كابتن ثابت ستظل دائما موجود في وسطنا وستظل دائما والصورة دي هتفضل مخلدة للأجيال القادمة للأجيال القادمة معلش برضو الأجيال الجديدة يمكن ما تعرفش كابتن ثابت البطل ولكن مثل هذه الصور ومثل هذه المواقف هي اللي هتعرف حضراتكم يعني إيه ثابت البطل يعني إيه يعني إيه قيمة النادي الأهلي الله يرحمك يا كابتن ثابت موسيقى 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 يعني الله يرحمه كابتن ثابت البطل يعني أنا شخصيا الرجل ده بالنسبة لي أنا بحبه جدا 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 سيظل دائما في قلوب كل الأهلوية لأنه كان واحد من الأساطير زي ما قلت لحضراتكم دائما